والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وبعد فمن حكمة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد عندما يكون الحديث عن الصبر فإن الحديث عن منقب من المناقب عن خصلة من خصال الخير عن خلق عظيم في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي روايات في السنة المطهرة وحتى في بحوث علم النفس والاجتماع والتربية والبحوث الأخلاقية يذكر الكتاب والاختصاصيون عنوان الصبر ونحن عندما نتكلم عن الصبر فإن الصبر على أقسام كثيرة هناك الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة فإذا نحن في حياتنا نحتاج إلى الصبر عندما تأتي هذه السورة المباركة سورة العاصر التي فيها جمع لكل معارف القرآن بأوجز بيان بسم الله الرحمن الرحيم والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر المقصود بالصبر هنا بأقسامه الثلاثة صبر على الطاعة وعن المعصية وعند المصيبة نمر نحن بظروف وهذه الظروف فيها مصائب أحيانا يسمع أحدنا خبرا يزعجه وفات قريبا له أو أنه مثلا لم ينجح بامتحان أو أن أحد أصحابه مرض أو أن مثلا هو بنفسه أصيب بمرض أو مثلا فاقر أو صار عليه دين بحاجة الواحد إلى أن يقف أمام هذه الأمور بصبر وترون ولذلك الله يبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الكلمة تجعل الإنسان يصبر طيب هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول وعليكم بالصبر هذا أمر يعني عالجوا تمرون بمراحل أنتم عندكم عبادات هذه العبادات تحتاج إلى صبر صبر على الطاعة أنتم في عالم في دنيا لا تخلو هذه الدنيا من معاص المعاص كثيرة متنوعة تحتاج إلى أن تصبر عن المعصية تمرون بظروف كثيرة هذه الظروف لا تخلو من مصائب مصاعب متاعب بحاجة إلى صبر طيب فهنا يحدد يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد عجيب الكلام الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعني شبه الصبر بالرأس وشبه الإيمان بالجسد فلا خير لجسد لا رأس له ولا خير لإيمان لا صبر معه فإذن الكلام هنا الكلام عن مقام الصبر منزلة الصبر ثم أن هناك مسألة دقيقة جدا وهي كثير من محامد الأمور ومحاسن الأفعال ترجع إلى منقبة الصبر إلى فضيلة الصبر وأضرب أمثلة على ذلك مثلا عندما نقول الصبر على شهوة الفرج والبطن هذه الحالة ماذا تسمى؟ تسمى عفة يقولون فلان عفيف فعفة فرجه وعفة بطنه عن الحرام عفة أحيانا الواحد يصبر عن المعصية الصبر عن المعصية هو عبارة عن التقوى نسمع فلان متقي فلان له تقوى تقوى شديدة فالصبر عن المعصية هو بمعنى التقوى الشجاع عندما يكون في ميدان القتال ويواجه الأعداء أو حتى لا ليس فقط في ميدان القتال في مواجهة الطغاة والظلمة ولقد جاء في الخبر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فالشجاعة أكثر من شيء أحيانا واحد شجعته فقط في القتال أحيانا لا شجعته في البيان عند جرأة عندما يتكلم مع أحد الأشخاص فعن طريق اللسان أيضا وأحيانا عن طريق البنان وأحيانا عن طريق الجنان القلب بحاجة إلى مواجهة هذه الشجاعة أيضا من محامد الصبر بعد عندما يكون الإنسان صابرا على الحظوظ اليسيرة في الدنيا خلاص هذا الذي قسمه الله ليه وقدره ليه القناعة القناعة كنز لا يفنه هذا أيضا يرجع إلى الصبر عندما مثلا الإنسان يجد أناسا يتكلمون بكلام فيكظم غيظة كظم الغيظ يرجع إلى الصبر نشوف الناس يتفاوتون في ناس تحترم وتقدر وناس ليس كذلك وعلينا أن نتحمل كما قال علي عليه السلام آلة الرئاسة سعة الصدر فهذه سعة الصدر ترجع أيضا إلى الصبر وهناك أمور كثيرة ترجع إلى فضيلة الصبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مدينة